وعادت صباحات الدراسة من جديد ولا جديد في الواقع تحملك نهاراتكم الدراسية طابر الصباح والإذاعة المدرسية حتى هتفاتكم لنشيد وطن لا يجدونه سوى في المتوفر الضئيل من كتب الجغرافية الجغرافية التي تقضم الميليشيا جزءا منها وما تبقى صار رهن المطامع الإقليمية ربما لم يسمعوا بعد عن صراع النفوذ الإقليمي في بلادهم ولا يعنيهم سوى تحقيق أحلامهم التي تكبر كل يوم تقول لسيبة الطالبة في صفوف الدراسة الأولى لا شيء يحرضها على التعليم سوى أمنيتك الوحيدة في أن تكون طبيبة يوما ما وهذا كل ما في الأمر إن شاء الله أني أحقق أحلامي وأسير تكتوراه في المستقبل أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة هم حصيلة الطلاب المسجلين لهذا العام في كشوفات مدارس التربية والتعليم بمحافظة الجوف يتقاسمون أكثر من 85 مدرسة في المديريات الواقعة تحت سيطرة الشرعية وبرغم الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية برمتها وعلى رأسها انعدام المنهج المدرسي والصرف غير المنتظم لمرتبات الموظفين إلا أن محاولات تبذلخ السلطات المحلية وإن بدت أقل بكثير أمام تجاهل الحكومة الشرعية لمطالبك المتكررة بسرعة توفير الكتاب المدرسي والتي تحولت إلى وعود في بلاط حكومة الشرعية ولم تتحقق حتى الآن رغم ما قلت الكتاب المدرسي وبعض المعومات إلا أننا في صدد إن شاء الله سبحانه وتعالى تغلب على مثل هذه الأشياء في وعود من وزارة التربية والتعليم قامت بطباعة بعض الكتب ولكن لم تصل إلى حد الآن يتخجون أبجدية المستقبل فحسب ولا أحد يصغي لآمالهم بل لا يود المتحاربون لهذه الأصوات والأحلام أن تقبر أو تستمر لقد تم ضرب النظام التعليمي في الصميم ووحدكم الآباء من يأملون نجاح العملية التعليمية التي باتت اليوم مهددة بالتوقف نأمل في بقية كل من يهتم بالعملية التربوية أن يساعد ويعمل على نجاحها في هذه المحافظة كثيرة هي التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالجوف المحافظة التي حرمت لعقود طويلة من التعليم لا تزال تعاني اليوم من ذات الإهمال والتجاهل الممنهج وحرمان أبنائها من حقهم في الحصول على كتاب أو فصل دراسي ما ينذر بجيل أكثر وحشية وكارثية